حياة قارئ ثم انتقلت الى الجامعة درست السلك الإجازة في سنة 2017 الحمد لله اليوم موظف بقطاع الماء والكهرباء متزوج حصلت على الإجازة في سلك الاقتصاد بالجامعة بالعرفان بعد أن من الله علي كأني مقرئا حافظا لكتاب الله يرجع الفضل بعد الله لولدي الذين سهروا معي وتعبوا معي على حفظ كتاب الله وقراءته ومهارته ثم الفضل لشيوخي وأساتدتي لذاني سهروا وتعبوا معي على حفظ كتاب الله ودراسته وقراءته وحسن تلاوته ابتدأته في سنة 12 سنة أبدأت القرآن بشكل مدبدب الحمد لله الذي فضلني على الشباب وأعطاني هذا النور وهو القرآن الكريم الحمد لله بدأت في كتاب بحي السلام بمدينة سلا بداية كانت بتشجيع والدي يرجع الفضل لهم لأنهما فعلا أخذوا بيدي كان الأب ديلي ما كي سليش في الأعمال كانت الأم ديلي ما كي سليش في الأعمال وعندهم الحصص ديلي القرآن أحسن من الدنيا وما فيها والده ديلي صلى الله عليه وسلم كانت ديليل ديلي القرآن الكتاب كانت درسني أستاذة في البداية أستاذة عائشة رضي الله عنها ثم الحمد لله التمست في تلك الموهبة قلت لي بأن تبارك الله المستودية لك أولدي سنشوفه شي شي خلي قريك ليس كبقي الطلبة والتلاميذ لكن كنا نقرأه مجموعين بكي كنا شي قراءة كنا نقرأ أنا كل شي كي عجب الحال وكي بجي تسنتو لي إلى غير ذلك عجب هذا كيفش ديك للطريقة باش كنتكلم وكنا نقرأ فانتقلش بي إلى دار القرآن وأخذ بيدي الشيخ سينبارك المكدوري أطار الله عمره وبارك فيه ثم انتقلت من مدينة سلاء مدينة الدربيضة من مدينة الدربيضة إلى مدينة أقادير درست أداء القرآن الكريم وقواعد التجويد وعلم القرآن وحفظ القرآن مع الدراسة كنا نقرأ المدينة في العطل كتكون عطلة الصيف عطلة الربيع إلى غير باقي من العطل كتكون طويلة كنا نصافر كنا نقرأ إلى مدينة أقادير مدينة أقادير وكمشيل الطربيضة فالسابت الأحد كان ندرس مدينة سلاء الحمد لله كانت حصلت على أول رتبة بسين 12 سنة بمصابقات القناة الثانية وكانت أول مصابقة شاركت فيها ثم انتقلت إلى مصابقات أخرى إقليمية ثم مصابقات محلية ثم الحمد لله بدأت أمشاركة بمصابقات الوطنية حتى الحمد لله شاركت بمصابقات دولية القرآن الكريم كان نقطة بيضاء في الحياة ديالي بسبب القرآن كتفتح أبواب كتكون مغلقة اللي ما يحلهاش إنسان كيقرأ في التراسة عنده إجازة عنده دكتورة عنده كيفتح القرآن الحمد لله بفضل القرآن اللي قلسنا مع رؤساء وزراء بل ملوك وإعطانا مكان حتى أبي كنت كان درس في تعليم خاص كالأب ديالي داني يسجني في واحدة مدرسة طريق زعية مدرسة اللي هي خاصة سبحان الله من جلست أبا من أمام المدير أبي قال لي رأى الإبن ديالي رأى حمل لي كتاب الله ورأى كان فزم وصباقة قرأت القرآن التانية كنتم انتقلت إلى مصابقات من بينها مصابقات المملكة العربية السعودية وكنت حصلت على الرتبة الأولى بعدها الحمد لله فتحت في وجه عدة أبواب أبواب الخير القرآن إليك أنتك تحبوا فعلا أشد المحبة ستتخرج له الوقت دياله كيفما كانت هالظروف ديالك سواء كانت عائلية عمليا لأن القرآن لا يكلف عنك إلى بعض الساعات قليلة ساعة دماغان في اليوم كافيك أنك تحفظ فيها وتخسع أخرى تراجع فيها الإنسان يكون يكون عنده الوقت دياله عامر لأنك تحب شيء تخرج للوقت دياله إلى فين أنك كنت عندك الرغبة والإرادة ومحبة كتاب الله أو كنت من المحظوظين أني منك الله أنك غير تفكر أنك تحفظ القرآن راها دا راها راها دا راها يكفي أن الله الزوجات يحلك فيك لا أنك تحفظ القرآن ولا أنك تعلم القرآن ولن أنصح لأباء أنهم يحفظوا ولدتهم القرآن في السن مبكر تكون البصيرة خالية خاوية مع مراش ما عندوش أمور أخرى كيخمن فيها من غير الدراسة والقرآن تبارك لله كتكون نتائج مشرفة والحمد لله هذه البداغوجية اللي كيمشي وعليها الآباء أني عندهم مرغبة أن الأبناء دي لهم يحفظوا القرآن في السن مبكر لأن البناء ديالك منيني يبدأ أنه يستنبطو بيستمع اللي قلت لي هكي يشدها بسمعا كتر ليه من القرآن الكريم يستمع ليه في المنزل يسمع القرآن في السيارة كنتي غادي يمسافر ولا غا توصلوا المكان معك في السيارة شعلي القرآن تخلط ليش القرآن مع الغيناء أو الأنشودة مع القرآن أمي غا تعمر لي الوقت ديال وغيب القرآن مستمع كي يدخليه ذاك شي بدون ما يشعر بيكي وصل سبع سنوات حاول تدخلو ذا القرآن وتصهر عليه ماديا ومعنويا وإلا كان شي فقه كي يحفظه كرمه إن شاء الله فيه وقول لي ها الإبن ديالي وشجع ذاك فقه باش يخذ بيديه الإبن كي يتعلم أول حاجة أولا نضيباط في ذاك المكان اللي كي يحفظ فيه من هنا كي يبدأ المسيرة ديال الإبن لغي كي يبدأ الإبن كي يحفظ حزب الأول الثاني الثالث الرابع الخمس السبع كي يقول لي عنده واحد الشوق أنه إيه كالمصحف يحفظ أنا حفظ دبيا خمسة الآيات تخصي نزيد باش نكمل الثمن الثمن الغيب قلب على الرابع رابع قلب على الحزب الحزب قلب على الحزب وكي يبدأ العقل دياله وكي يبدأ خدامه نرى أسرار يدركوا الأسرار أنا بيتكرار تدركوا الأسرار إبن كي يبدأ حزب هذا الحزب كهذا المتشابهات وغادي وكي يركب وحد البصيرة كيتحل كي يولي العلم كي يدخل والله كيفتح عليه فتوحات لما تتعرفان تايا يأتيه الخير من حيث لا يدري أن الإبن ديالك أنه يحفظ القرآن ويتم يدخل الإبن ديالك للمنزيل بحيث يدخل النور مع المنزيل ويحملان والديه تاجا على رأسه يوم القيامة الوالدين هذا خير كبير هذا خير من الدنيا وما فيها وعندنا إخوة طباء وعندنا إخوة حامل لكتاب الله شهادتين شهادة الدكتورة نعم لها شأن كي دنيوية ما تديهش معك للقبر ولكن شهادة الحفظ القرآن الكريم هذه شهادة كتديها معك توقف معك كما كنقول يسباصي في القبر ديالك وتلقىها معك يوم القيامة هاكم قرأوا كتابية إني ضرنت أني ملاق حسابية أنا ركن تجاي لها دي وانا را عرف بانا ركن جاي لنا جبت للشهادة ديالي التقديرية هاكم ونفرحان ها الزراية ديالي والأباء كين تدرغي ديك الساعة لتمجي القرآن لتعبوه على الإبن ديالي لما يحفظ القرآن مدينة ومعلوية والله يضاعف لمن يشاء ما تنساش أنك دوك التراهم القليلة لأنك لأنك أنا أعلم أنه ضيور القرآن أو الكاتتيب القرآنية إلا ما عندك تخلت قرف مجانا فابو إلا ديني واحدة مساهمة بسيطة ديالي ديالي حصيراء الألواح السمق أمور لها بسيطة خمسين دلائم تعمل مخص ما تحفظش لابن ديالك القرآن الكريم ما ليست في جوفه شيء من القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيتي الخارب حفظ كتابي الله ليس له عمرا محددا هذا الإنسان يحفظ القرآن منذ الصغر نعم غيكة الإنسان اللي كيحفظ القرآن هو في السن الصغر كيسهل عليه حفظ القرآن كيكونوش عنده أعمال يكون عنده عمل أو عنده زوجة أو عنده أبناء أو عنده عدة أشياء اللي كيبقي يخمم فيها فالإنسان يكي يكبر كيبقى تصعب عليه شوية الحفظ الطريقة اللي كتسهل على أنا أحمده كنعرف الناس تبارك الله عندهما خمسون سنة عاد حمله كتاب الله أسوأ أسوأ ونساء اللي عندها عمل بيت وعندها عند تكلفة ديال الزوج والأبناء إلى غير ذلك ولكن عندها رغبة اللي صعيب وإلا ما عندك شر الرغبة والمحبة اللي كتسهل المحبة تيكون كل شي خدام معك الحواس ديالك خدام معك كتعاونك العقل ديالك اللوعي ديالك كيخدم معك كيقولي القرآن يتجسدوا في الحواس ديالك كلهم كيحفظ تحفظ بعينيك كتحفظ بيديك بعض 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 الآيات كتقد تديرها خيب يديك صبح الله بحركات كتذكرك بالآية ما تنساش لأن القرآن مكتب لا تحفظ فيه روح كتجسد في الإنسان هالآيات كتولت صور قد تابعينك الحدات فإنسان كتكون عنه ديالك الرغبة رغم كبر سنيه يخرج ولو نصف ساعة في اليوم خمسة الآيات يحفظ خمسة الآيات أي الأولى تحفظها لغد ليه يحفظ خمسة الآيات لغد ليه يراجع دوك عشر الآيات ليحفظ لي مراه يحفظ خمسة الآيات وهو غادي وكي يكبر في الرصيد دياله غاي بديم يحش براسوحتي بدي الرصيد دياله يبقي يزيد يحفظ يليك يحفظ خمسة يولي يحفظ عشرة لكن كي يحفظ عشرة يوليك يحفظ ثمن لأن القرآن مكتعطيه كي بدي هلم المزيد كي يزيدك كي يعاونك وكي سهل عليك يحفظ القرآن الصعيبة هي البديية لي توكل على الله كي يقول عندي شهال من حاجة الدنيا كاملة عمرا ما تسالي ناتوا الناس قبل ما نكتعهم ما كانوا عندهم شهال من حاجة لأنها تسوي عليك تحفظ القرآن عنديك الساعة كتكون كنقول أنا مخلوي مع سيدة ربي خصتي واحد سويعا الله عز وجل كتنم يكون شي الدنيا كاملة كتلوحها وكتشتوحها دموصحاف ديك تلك الساعة كتخدم لك على الحياة ديالك ديك سويعتي كتعطي للقرآن كتعاونك في الحياة ديالك اللي صعيبة وهي لما كنتيش مخصص ساعات ولو قليلة نظر إلى المصحف شوش حال عندك 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 أجر ديال التلاوة والأجر ديال الحفظ وكل حرف كتقرأ عندك في حسنة ولقيتة ديالك فيهم الباراكة والنظر إلى المصحف إلى المصحف في عبادة شوش حال ديالأجر أنت كتحسبه هين ولكن عند الله عظيم أجر ديك سويع تخدم لك للحياة ديالك ما تنساش ما تكونش غافل تدك شي شنو قال لي شنو قال لي غيخليك أنك أيها الشاب مهما بلغت من عمورك ما زال حال لأنك ما زال علقية للحياة ما تكونش من صحب أن الذين الآية اتخذوا هذا القرآن مهجورة تكونش من الذين هجروا القرآن بسبب عمر ديالك أو بسبب إنشغالك في الدنيا الله عزوج قال إن قومية تخذوا هذا القرآن مهجورة لا تلهو مع من يلهو لا ذاك شاب كيلعبوا ناشط وكذا وختاموا باخير وكي سافر ما تنظرش إليه الكترة رجلت في القرآن كلها هينة وقلة وقليل من عبادية الشكور ثلث من الأولين وقليل من الأخيرين كنت مع ذاك القلة باش تفوز يمكن من اليوم من اليوم ما تنساش القرآن القرآن هذا إذا بغتي يفتح لك الله يديلك البركة في الزوجة ويديلك البركة في المال ويديلك البركة في البصر ديلك في الصحة ديلك في أي شيء الموت تسهل عليك سكرت لموت تسهل عليك القرآن الصور سبحان الله كثرت للمناسبات والتراويح والاستماع والاستماع وبعد مراجعة في المنزل بعد قطاع القرآن الحمد لله دائما يعيش معك القرآن أنت ذاهب تقرأ القرآن أنت في السيارة تقرأ القرآن في النوم أقرأ القرآن فأصبح القرآن هو روح يتجلى في جسد تكون المراجعة سبحان الله بدون بدون صبحان الله القرآن أو لا كما كان يقولون في اللوعي ديالك يراجع مثل القرآن صبحان الله يتقرأ بحديثك بدون شعور كما نرى صبحان الله إنسان يكون مخدر في المستشفى وبعد المرات يقدن أو كيبقى يقرأ القرآن سبحان الله ذاك شيء اللوعي دياله شنون تايا مربي فيه إلا كان أي حاجة حبيتها كانش بقى تنتقها بلا كما كان قوله بلا هوك والحمد لله سبحان الله المحبة دينا القرآن أه أعطتنا لولا القرآن ما 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 كنت أصل إلى هذا المستوى لأن الحمد لله الدراسة ديالي اللي هي التعليم سبحان الله كي تروني بعض بعض الحكايات وبعض الطرائف اللي عجيبة بفضل القرآن تقريبا قرأت كما قرأت قرأت الثانوي في المدرسة الخاصة وسبحان الله عندما علم أن المدير أنني أجود القرآن وأتقنه كلام الله وأقرأه وأفوزه في المصابقات وقال أكي أمين أن أجد نتقييد عنده أكي 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 قرأ القرآن الكريم قلت لي أكي 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 أجود القرآن وشاركت وشاركت في المصابقة وأشاركت في المصابقة وأكي الأبنين قالوا يرى أهو الحمد لله كيف راح أو كيف يتكلم أكي قالوا أنا رأي أنني قرأ القرآن وكذا وكذا قالوا سبحان قالوا يرى لك الشرف أنه يكون نوح التلميذ في المدرسة لنا أنه مجود القرآن وحصل على الرتب الأولى في المصابقات وكذا وسبح الله من إن وإن تقيد قالوا ياد لولدة أنا أتشجيعا له ونجازيه أنه يقرى مجانا في المدرسة يقرى مجانا وسيصبح قارئ هذه المدرسة وسبح الله في الحفلات آخر السنة أو كل اتنين إنسان كافتتح ب أفتتح بالتلاوة بالتلاوة وكانت تكون مصابقات على المدارس والحمد لله كنت دائما أشارك بإسم المدرسة وأفوز دائما سبحان الله بالرتبة الأولى حتى أصبح ذلك المدير صديقا لي أن يجزيه خير الجزاء أول مصابقة شاركت فيها هي مصابقة القناة الثانية وكان أمري 12 سنة الحمد لله حصلت فيها رتبة الأولى سبحان الله رغم ذاك السن كنت مريضا جدا كان عندي مرض لهو مزمن والحمد لله تغلبت عليه بفضل الله عز وجل والمحبة للقرآن الكريم والولدين ذي كي يعملون جاهدا هطال الله عمرهما سأل الله أن يرحمهما أحياء وأموت ف كنت أشارك في مصابقات الإقليبية هكذا مصابقات محلية حتى شاركت في أكبر مصابقة وطنية ومصابقة القناة الثانية في 2007 وحصلت عندما حصلت الأولى هكذا أصبحت أشارك في مصابقات وطنية مصابقات عالمية ودولية وأشارك في براجانات ومهل الحمد لله بفضل الله عز وجل كان الفضل على القرآن من الأسماء والمشيخ وقراء الذين ما تأثرت بهم أولا الشيخ عبد الباصيط محمد عبد السمر كان تأثيرا كان تأثير منذ الطفولة كان الأب كان مولع باستماع الشيخ عبد الباصط حتى هذا فطريا بدون شعور كان لأقراص أو الكاسية الشيخ عبد الباصط كان نأخذ من الخزانة الأب باستماع وكان أعطيهم أيها المدرسة الشيخ عبد الباصط وكان نترس كي بدأ وانا كان شدو كسيديات كان مقتام بقى نشوف الشيخ عبد الباصط صويرات وكان نقول نخرج من مدرسة نشوف باستماع فرحان بيوم حتى مقتام صوحة الله كان سألي يمن كان سألي كان جمع شوية بشري وحد وركمان كان ديك الساعة وركمان وكان دياذاك السيدة وكان بقان تصنط وكان بقان تصنط وكان بقان في صغر الصين كان صوت حد وكان في الدروج نقرا فيما كنت كان وعند الناس يقول لي أنت قرار لكم أنتم تسنطر وسبح الله كان قرار حتى الناس سبحالله يقول لي كلها يقول لي الحلق يقول لي المخباز يقول لي وسبح الله القرآن يستر أموره وليس كان مجاننا وسبح الله كل شيء كانت مبارك نعم الله مالك الحمد لله كانت مبارك وفي واحد الشأن كبير كبير جدا وما زال بفضل القرآن خدمت وفضل القرآن تزوجت وفضل القرآن كل شيء الحمد للقرآن أرفع الحمد لله ما كان إذا كان خالصا كل القرآن يتجسد فيك روحا أنتك هتحب القرآن ليس إلى شيء أنك تجربي أو يتسمع لك أنت قارع أو أنك فستي بمصابقات أو يتسمع لك كون أكيد ما غادش يستر لك الله عدة أشياء وغاد يتبان فيك أنك مغرور القرآن يجلس فيك محبة لوجه الله لأنك تحب القرآن لوجه الله كتقراها في سبيل الله الله عز وجل تكرمك من حيث لا تحتسب ولا سوف يعطيك ربك حتى ترضى أمور قامت كنتك ضنها غادي تجيك إذا كان القرآن خالص في القلب ديالك محبة خالصة إذا كان القرآن كتقراها أنك قارئ وأنك كذا وكذا أكون أكيد ما تشيء بعيد أن القرآن يرفع أقواما ويضع به آخرين عندما حافظت 25 حزبا مسجدا بمدينة أبتربضاء سدعاني وهكذا قلنات تصلي بنا تصلي بنا أربع ركعات أول مرة سأتصلي بالتراوح وصح الله صليت ذكر بعض الركعات وصح الله وصح الله وصح الله وصح الله في المسيرة ديالي كاملا عمري ما حسيت بوحد بوحد الخوف ووحد وحد العرق سبحان الله دوشت من سالي تذكر بعض الركعات حسيت بوحد كانقو غانطي حداما غانطي حداما لأن سبحان الله وحد المكان اللي هو المحراب اللي هو وحد المكان غريب اللي يعرف المكان دياله هو اللي كي أمم في ذاك المكان وإنسان يلا هبدي الحفظ ولكن سبحان الله ذكر بعض الركعات من إنسان يذكر بعض الركعات قالوا وش ممكن أنك تكمل معنا هكذا رمضان وما كنت حوانا نحامل لكتاب اللي ديكسا مثل هم ممكن نكمل ولكن أبي المصحف فمشاول المجلس العلمي لأنك المسجد مكلفة بها جمعية ومشاول المجلس العلمي هكذا وصبح الله كنت ديكسا جو الصيمان لا تدس على رمضان وعطوها الإذن بعدما السماعليا هكذا والحمد لله كملت معنا ورمضان بأكمله وسبح الله كيف كان الناس يصلي مراك وكيف كان تيك الأجواء وكيف سبحان الله واحد الحلاوة يعجزوا اللسان عن التعبير أما الإنسان لا يصلي بالنس تراويح في أول رمضان عجيب عاد عرفت المكانة دي القرآن عاد عرفت المكانة دي القرآن مع الله عظيم بعض مرات كتجيني واحد كما كان حشم كانستحي كيفاش كيتتعاملوا معك دوك الناس وسبح الله كيتتعاملوا معك دوك الأخلاق كان عرف بأنني أنا لست مؤهلا لتلك المعاملة أو لتلك الصفة التي يتعاملوا معي دوك الشخص قد يكون رئيسا في قطاع أو يكون تبارك الله تجين من أكبر تججار المدينة كيفاش كيتتعاملوا معك فأدركت أن داك التعامل هو دي القرآن الكريم الذي تجسد في داك القارع لشك كذا صح الله والحلم ديالي كان قبل منزوج قبل صح الله منزوج كان الحلم ديالي أن الأبناء الأبناء ديالي يكون التجارة اللولانية وهي وما يحفظوا القرآن عادي التجارة اللولانية أو ما يكون حامل لكتاب الله عاد الحمد لله يجي العلم ويجي التأشياء ويجي الدروس وكذا عاد يمكن لي أن ينقيدون في المدرسة كما كان قول ونسأل الله تعالى يوفقاني لهذا الحلم لأنه رحول باش نحفظ دولدك القرآن أنا مش يساد ركيين دبيا بعض آباء اللي الولدت ديالهم يخسر عليهم الأموال أغير باش دولدك لولد يحفظ القرآن ويخلي وكامل يخلي ولكن ما يفقش الله أنا ويحفظ القرآن لأن أنا أكيد أن الأب اللي يقوم الليل مع الدعاء والصلاة وقراءة القرآن ومحبة وخالصة لكتاب الله كانت من أن الله عز وجل حشوش يخيب وكان أبوه مصالح ربي حشوش نسأل الله تعالى أن يحقق هذا 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 الحلم أنه فعلا لأن من 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 الحلم ديالي في الحياة أنا يكون لأبناء حاملين لكتاب الله وحد النور يضيء الحياة والأخرة يلبسان والديه تاجا أريد ذلك تاجا لكي تصل ليه يكون الله يحبك لأنه لما كان يحبك لن يعطيك ذلك التاج ليه لأب بخير يكون يصلي يدير جميلة عبادة ولكن يجب الله يحبك إلا كان يحبك سي يعطيك الأبناء الصالحي ويكون حاملين لكتاب لأن ذلك النور رضي الله وإن شاء الله يجب لك الكلام وتحفظه سبحان الله يمكن الإبن يكون طبيب شهادة الدكتور ولكن تلك الشهادة تبقى دنيوية ولكن شهادة القرآن الكريم تبقى مكتب الأخيرة يكون معك في القبر ويكون القرآن دخلا لك في قبريك ويكون لك ربيع قلبيك ويكون لك نورا يضيء تلك الظلمة سبحان الله ويلبسان والديك تاجا اقرأ ورق ورطل كما كنت ترطل فإن آخر منزل تكاين ده آخر آية هي جنة الفردوس وجيزة لأن حفظ القرآن حتى بلغت تلجى وعشرون السنة وحفظ القرآن كنت أقرأه الحمد لله ببسلاسة وأدركت قواعد التجويد والصفات والمخارج رغم علمي قليل في هذا الشأن ولكن الحفظ كان شو بها كما كنقول صعيب باش تحفظ القرآن الكريم كانت لمدة طويلة باش حفظته لأن مع الدراسة عندما انتقلته إلى الجامعة والمتحانات وباقي المواد إذن باش تخرج باش إنسان بك يوصل لواحد السن كيبقى الحفظ القرآن صعيب باش يدركه فبهي إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقني الخطة أو التقنية إلا بغا إبنك يكون حامل لكتاب الله وعندما يبلغ السن السابعة ومنذ الطفولة منذ السنة الخامسة والسادسة والسابعة طلق ليه الشريطة دي القرآن الولد ما يسمعي القرآن إذا طلع في السيارة يتصنط القرآن كان في المنزل يتسمع القرآن حتى القرآن يتلبس بجساده كما كان نقول إحنا يسكنوا إما غد الولد كي نشارح القلب دي للقرآن كتبدأ ديك التقنية كتركب فيه بدون شعور فسن السابعة ديك الساعة إنسان يدخل إبن دير القرآن وكما كان نقول إحنا يرمي في ذا القرآن ما غير يخلي في ذا القرآن القرآن غدا يربيه غدا يربيه كيفاش يتعامل مع الأباء دياله غدا يعلمه كيفاش يتعامل مع الناس الكبر منه غادي يفتح ليه الباصرة دياله وحتى الدراسة دياله منذ الصغار غادي يركب واحد تقنية واحد طريقة باش يبدي يحفظ بوحده كما كان نقوله إحنا باللغة الفرنسية سبونطانية غادي يدخلو ديك ديك المهارة كيف هو غادي يدركها باش يبدي يحفظ غادي يحفظ في الأول سمعا غادي يكون مستمع هذا كي يقرأ صورة لقنان له كي يقرأ صورة الفتح هذا كي يقرأ وهو كي يحفظ حنا نفترضو كي يحفظ صورة لبوروش را كي تصنط الأخ كي يقرأ صورة الفتح را هو ودخلو بعض الآيات بلا ميحس فمي كي صح الله مي كي كي يودال القرآن كيدخل الحزب الأول الثاني الثالث الرابع الأولي يتبقي صغير ما عندوشتي حاجة من غير القرآن كتحاول تصحب ما القرآن كي حاول تصحب ماك وانتكت تصحب ما فسبحان الله الابن كي وصل لثلاثين حزب بلا ما تشعر بلا ما يشعر ذاك الابن كيدير 12 عام 12 سنة سبحان الله كي كم حامل لكتاب الله كي مكو غمض عينيك حلا الابن ديالك حامل لكتاب الله ولكن كل شيء بعلمه ذا الحمد لله الزوجة الذي حبته في وهو القرآن وكانت الحمد لله إلا ديالها سبحان الله منظر لشافوا فيه وأنهم أقبلوا هذا الزوج وهو بفضل القرآن الكريم كي صحان الله كانت واحدة المناسبة وتصنطل تلاوة وجاب رب بتيسير كما كان قوله فسبحان الله كانت تقطن بدولة ألمانيا هناك نعرف أن دولة ألمانيا الطريقة العيش ديالها والتراسة ديالها بعيدة عن اللغة العربية فعندها اضطرابات في اللغة العربية والقرآن ولكن عندما تستمعوا إلى القرآن تحس بشي أمور طبيعية في الدات ديالها فالحمد لله من الحمد لله تم الزواج وكذا حاولت أنني الحمد لله نغرس فيها تلك المحبة القرآنية كنت أتعود معها في الصباح كان صحى الله استيقظ كنت أشتغل القرآن كنت أسأل القرآن إلى بدين أبل الضقارة كنت أسألوها كنت أدوزول إلى العمراء وإحنا غادين عندي شريط شيخ عبد الباصل محمد عبد الصمد دائما في الصباح كنت أشعل ذاك الشريط وحمد لله حاولت ندخلها تلك القرآن كنت أدرس معها هكذا كيكون عندها منهج قرآني لتغرس في الأبناء ديالها بعدما كانت أنها تعيش في دولة أخرى ونسأل الله تعالى يوفقني أنني أنوصل الرسالة كنت كنت أمشي للمدرسة عفوا كنت أمشي لكلية بعض المرات كنت أعطل وكنت أدخل بجل آباء أو بقاماس بعدما كنت أكون الصباح بكلية فقت مشيت لذال القرآن حفظ القرآن وما كنت أمشي للمنزلة بالتل وكنت أدخل بجل باب أو بقاماس ولا يخفى أنكم كلية الاقتصاد كنت أقرأوا تلك المادة بالفرنسية وكتل الناس اللي يقرأوا معايا تلك الطلبة اللي يقرأوا معايا كما نقول عندهم بالفرنسية من أجل الجنس وكتل تحبس الطرس تلك الطرس يقرأوا وكتل يكمل أستاذ يرى التلاميذ الطلبة كل شيء يرى يسمون يفقه 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 كيف؟ وهو تتكلم معك تتكلم معهم باللغة الشبابية لأن إذا تكلمت معهم بذلك منهج اللي هو إسلامي محب ما غت تحببهمش فيك أتكره هم فيك هذا ميقلش حداك جاتي أخت بغت تقلس حداك ولا تسوي لك مسكينة وقف على شي حاجة ما تخاف لا تسوي لك تستق ما دير معاش عاش بابي الحمد لله خليتهم أنهم احتولت ذلك الكورية كاملة كما بالرئيس دي الكلية بالدلاجة دي الناب بالأساتي دا والأطور الفرادميس تخاصون في الإدارة كلهم كيعرفون بالسكوريت سبح الله أخير نجمع تتح لي الباب كيعرف تلك التياب كتعرف بأنه رمأها القرآن فمي واحد نار كان واحد الحارس يدخل الكلية ويقول يا الشريف رأى ماذا دي الكلية ديالك رأى الكلية ديال علوم الشريعة رأى يزيد شوية لأخير رأى القتصة أنا معكم أخير يقول يا سبحان الله أول شاب يدخل عندي ببادة هند ويدخل عندي وصح أول الأساتي كانوا يقرروني كان واحد الأستاذ أحد البروف كان يقررني الفيسكاريتي وكان يهودي وكان صح الله ومن أعرفني من أعرفني الحمد لله أملي كان قرر القرآن وكانت بحلا كيكونوا الشباب كيبقوا ويجوا يسولوني السيمروار الفقير مقرأ ديالنا وشي ممكن لنا نديرو كذا كيبغيو عرف الشباب كيبغوي تعرفوا كيبغيو الشباب الحمد لله ديالنا كينا الحلاوة خسنا غين نحركوها خسنا غين نحركوها وكيبقوا يسولون هو صح الله من كيشوف تأثير ديال التلاميذ والطلبة كينا نبقى نتكلم عنه كيش بدوني بزاف وكذا حاول هو يتعرف عليا تعرف على الشخصية ديال التيلبيد ومتلاس أنا يهودي كيكون فاطن عارف فش حل من حاجة فامينا بليش كانت تكلمها تكلمت معها بواحد طريقة ديال ما حبه حبتو فيا عاد عطيتو شنو عندي وولنا صديق ديالي وذاك البروف وذاك البروف ما كيش اللي كي يسوتني عندو ديكلماتير إلا يدر المعاوضة سبحان الله الوحيد الوحيد سبحان الله كي كان ديك الصحبة مع ذاك الأستاذ اسم دياله جوهان اسم دياله جوهان وتكلمتما وذيك الصداقة والحمد لله إيصار الله تلك المادة ودخلناها وبقاتل حد الآن ما زال بالطريقة لأن دب الإنسان العمتان كيشوف الدين بواحد بواحد لقصوى بواحد لغلدة ناري راسعي بلا درنا مع ذا الأخ راسعي بلاك سنتين ديالنا معاملات دين ديالنا محبة ودين ديالنا الرحمة مع جميع الشرائع ومطرائف ولكن بين هذه الطرائف صفحة الله صفحة الله كنت سين ديال ثلاثة عشر سنة واستيقظت مع الفجر هكذا 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 يصلي وكانت هنا في واحد المنزل ديالي واحد الأخ كيكونوا عنده إخوة كان نحفظوا القرآن وكان ندرسوا القرآن وكان نتعلموا القرآن جزاهم الله خيرا سيم سطافا اللي طول الأمر رضي الله ورجل الطيب خلقي الله وعطانا يد المساعدة وكان كيف تحلنا المنزل ديال وباش نحفظه القرآن وباش نعيز عليه تلك المجلسات وسبحان الله فقت مع الفجر هكذا فقنا جميعا ودخلت باش ندوش عندما دخلت هما خرجوا كاملين غدي لمسجيد وأنا بقيت في الدار كان دوش عاد نخرش سبحان الله الغاز انتهى من القنينة فتصرب لي مع الماء تصرب لي مع الماء وشربني داك الغاز وأنا في الصغار ديالي كان فيه لازم فتشنشقت استنشقت داك الغاز طحت مباشرة في غيبوبة واحد لمدة انهم مشاوا المسجيد ومسجيد كان معي شوية بل بندينة الدرب ايضا تسالوا انا في المنزل شي تتصلوا بي ما كان جاوبهمش مشاوا زوجة زوجة الأخ تسمعوا أني أقرأ القرآن في المرحاض دقت علي لما تقرأ القرآن في المرحاض كذا هذا لا أجيب تصلت بالصديقة عدينة وتصلت إخوار شي أخ في المرحاض كي قرأ القرآن ويكلا باسرة ما تخلعت وكذا فحال الله جاو كي جري والقون طيحت مما وكان قرأ القرآن ونفي غيبوبة عد عرسو كان لبمصنود مما قل براها ما كانش كيد عجودا كدي لير الكهرباء كي ونبقي صغير وانو الكهرباء كي يخذوا من الصحة الإنسانة فالقلب مرة الأولى مرة التالية مرة التالية أحيى القلب ذاك يضرب ذاك القلب سبحان الله من فقته تحيلة لغيبوبة الطبيب كي يقولي يا سبحان الله حيتي من جديدة أولدي وصولتونا عندي ضيقة وقلبا واحد ساعتين ونفذ ذاك المكان الغريب الأمر هو في المرحاد كيف أنه في واحد العالم وكان قرأ القرآن وقالت لي يا الأخ سبحان الله كانت أختي الصديق كانت حاملة لكتاب الله وقالت لي أنت كنت تقرأ شيئا من سورة البقارة تقرأه وأنا اللي لفتني أنك تقرأ القرآن وأنت في المرحاد لا تتكلمت لا أخ يا راك في المرحاد لا تقرأ القرآن لكن مما جاوتيش استمرت وانت كتقرأ القرآن فالتفت انتباهي فاتصلت بزوجي فكانت سبحان الله حاجة الأباء وطمك والله سبحان الله وقعت فيها ولكن سبحان الله كانت في سبيل القرآن هذا هو تلاجة للمانية إنسان رفضي ما طلع تتزوج والطرف الثاني كان الأب بديلي أه بديلي واحد نهار يالله بديت القرآن الكريم كده وكنت في سبقات القرآن الثانية وكنت أستدعاني رئيس أبي قائد في مجال الدارك الملكي وسبحان الله الأب بديلي قت له وصلني يا أبي إلى واحد المكان رأت أصل بي كده وكده واحد الأخ كده ورخصني مشي باش لبي طلب وأبي كان عنده مشكلة في مهنته فعندما جاء ابني الأب بديلي لذلك المكان شفوا الرئيس وكنه له إحنا يا أولى المدير العام شفوا يتباط قلي وش ده الإبن ديالك قلي نعم كلي عجيب كلي ما صبحان الله الولد تلقى في القرآن دياله كما كنقوله في الدرجة دياله بسبب بسبب تلك الصلة لأنه غي جابني وأعرف وأعرف ذلك الشخص بأن الأب ديالي عنده إبن حامل لي كتاب الله ذات واحد درجة أحبه ذاك الشخص ورئيس ذاك العمل من تم ما أدرك أبي منزلة كتاب الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واحد المنسبة كانت في مدينة قنيطرة تلك المنسبة كانت عقيقة ديال الصديق ديالنا بك الصديق عنده أصدقاء في مجال غناء وكانوا فنانين في الدول الخليج في أوروبا لأنه كان عنده الآئلة دياله في النية وصبح الله وفي ذكر المنسبة كان ندرنا بعض الأنشيد بعض المواويل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلسنا في وجبة العشاء تكلم أحد الأخ قال لي السمرون تبارك الله عليك تستمر بعض المقامات وصلك جميل وكذا 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 لو وظفته في الغناء سيكون لك شأن كبير أتقول لي أتقول لي واحد أخر تدير الطار تدير كذا وتدير السيارة وأتنقد والديك وتنقل عائلتك وأصدقاء وكل شي ميخصك تشي خير تبدأ بش حالك تدخل فيه بش عارف الناس عندهم واحد فكرة بأن شأن تديني دخس المدّة دياله فولو وظفته في المجل المجل الغناء سيصبح لك شأن كبير ولا بغتيتها ما مشي في المغرب لكي تبعد على الأنظار الذين يعرفوك والذين يحبوك تمشي كينا الشركة عندي في قطار للإنتاج وتوزيع وأنا كما قاله أنا ماناجر كان بحث في الميهرجانات وكذا وإن شاء الله يصبح الشأن ديالك إلا بغتيت توكل على الله وتبدأ ويكون لك شأن كبير إن شاء الله فبهي كان ذاك شيف العمر ما بين عشرون السنة اتنين وعشرون السنة صبح الله قال الله عز وجل يتبت الله الذين لا أمان ما يتبتك الله المال هذا المال المال والبانون زينة الحياة الدونية قد تغرح فإن الإنسان محتاج هو في واحد السنة اللي هو اللي هو يضق باب العشرين تراكي أخصو يخدم تبع زواج تبع مسؤولية فمهم ذاك سيدا حاول يغويني بشكل الأمور لقاني مع مغنيين ونقوني مع إنتك كدا وتبارك الله هذا عنده هادي وهذا عنده كدا وهذا عنده كدا وهذا عنده كدا وهذا عنده كدا وشوف انت يا ما زال يا الله بديتي ما زال ما عندك والو وشوفك على القراء اللي كبار منك ما كين والو فبهيلا تجأتي يا الغلاء وبراكي يشدو بالدين كدا وغاديت كدا با سبحان الله نهار ربي كان غاديمشي حاول نقلس مع راسي حاول نقنع راسي حاول نقنع راسي انسان غادي قنع راسي هنتكلم مع نفس ديالي فصح الله عندما خاطبتوها بديت كنبكي بيدول إحساس دون ما نحس بديت كنبكي بحلا 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 غنفقد شيء الأم ديالي والأب ديالي والقرآن الكريم قلت لما قلت للمشي لدى مجال الغناء والقرآن الكريم اللي نيك دربت لي تأمارها وكتحبوا أحد ما أحبه خالصة لله قلت للمشي وتخلى عليه مين بكنش أوليش كان بكيكا أنا لي مشيت أكان غني قلت أبدا أبدا ما نقلت نستغني عن القرآن القرآن هو الحياة محلش يسمى كحي تيام الله بحر ما تقلش تعيش لأنه كان المؤنس ديالي المشي في السيارة كان قراء مع أصدقاء كان قراء في المنزل مع الزوجة مع أحباب أصدقاء القرآن عندي شيء اللي هو كان تغدا به وكان نفطر به نحب ديال القرآن بوحدة وهذا الحمد لله الإخوان اللي كيسمعوني غادي يدركوا هذا المنزل لنسي كيحبوا القرآن وأهل القرآن غادي يعرفوا بأن الكلام صحيح فبي صبح الله تخت قرار اللي هو صاري متكلت مع ذك السيد وقال الله جزك بخير ما يمكنش لي قارئ لكتاب الله ويمكنش لي نخذ الرسي ونخذ القرآن والله عز وجل اللي أعطاني هذا المهم ممكنش لي نعملها وصبح الله رغم ذلك حاوت نقنعه وقال لي لا وغادي تقرار القرآن وانتايا المغربة غادي تقرار وإذا قرأ عند وليديك القرآن رف القلب رهما شي هو أنك تقرأ في المناسبات أو كذا وكتيش ريف الله يزيك بخير بلا ما تنقش معي صبح الله أنتما خذي تقرار أنني منفتح المجال الشي أخ أنني يغويني أنني نمشي لمجالة غناء القراء أنصحهم في هذا العصر بالتواضع وعدم الدياء وتكبر والنميمة مع باقي القراء استغلوا تلك المناسبة والذلك اللقاء في الخير كلمة جميلة والمحبة وقراءة القرآن وفوز بالحسانات والإنسان الذي استدعاك أنك تقرأ ليه أجب أحد النية أنك كتبلغ أحد دعوة ما اشتربح الأجر للقراءة وإكرامية لأن صاحب القرآن يكرم ولكن ما تحولش لأن عن طرفين القارئ يجب أن يمشي المناسبة وهو منية أنه يقرأ لله وأجب من دعك يعيط عليك الفقير يصير عنده يعيط عليك الغني يصير عنده أي وحد إنك تكرم شاند الله عز وجل كتشي تقرأ القرآن كتنزل الملائكة الله ينظر إليك ماشي لابد تغسي نقرأ في المنازل الكبرى أو أو طلبه حتى مان وعلى على الرجل أو المناسبة اللي غير تمشي لها الناس يحاولوا يكرموا أهل القرآن الكريم ويحاولوا يرفعوا بهم شي طب قول آية دي ولا تشاروا بآية اللي هي تمن قليلة وتعطي وحد باركة اللي هي تعطي وحد باركة رفقه هذا تحطي مشاء الله مشاء الله القرآن وطيحتي من شأن القارئ يجب على القارئ أن يحسن نيته وأن يلتزم بالتواضع لأن في أنك قارئا لكتابي له ومتدبرا له وفاهما له لتدرك هذه المنزلة لأنها الأخلاق وهذه اللي اللي نفتقدها فهذه الشباب لهذا العصر يقرؤون القرآن كأنه كأنه يغني وليس يقرأ القرآن ويجب على الطرف الآخر أن يلتزم بالأداب وحسن الأخلاق مع القارئ ويجب عليه أن يكرم القارئ لأن القارئ عنده متطلبات وليس يجب أن يجب أن يجب منك قررم ويجب من الله وخيره ما يكرم وقارئ كتابه الله فأنا كنصح قراء الشباب أن يلتزموا بالصدق مع الله تعالى ومع كتاب الله عز وجل لأن هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين لأن كلما أعطيت للقرآن شأن كبير وقيمة ليس أنك تكبرت على قيمة الله تعطيه واحد للإحترام ما هو إحترام القرآن؟ هو تجزت فيك الأخلاق ما تقرأت لنا شي تحتت لبس لقاميس وجل أو تدر واحد للحياة نعرفوك لا القرآن يجب علي أن يتجزت فيك أخلاقا كان خلوقه القرآن رأى رسول السلام كان كبشي الغزوات وكان يوصل لي بالليل والنهار وكان يقوم الليل ما يجب أسألوا أمونا عائشة قالوا لها قتلهم رأى كان خلوقه القرآن كان قرآن يمشي على الأرض إنك لعلى خلوق عظيم شو الصفات لعطابه كل أخلاق إذن لما فيكش الأخلاق؟ أنت لست مقارئا لكتاب الله ولست عالما بالأخلاق ترتفعه ليس اليتيم يتيم الأبي والأمي ولكن اليتيم يتيم العلمي والأدبي نسأل الله الإخلاص الرياض يا أخي السباحة أحب السباحة من الطفولة كتكرم السباحة لذلك كتعاون الشباب على كما كنا نقوله على الإسبيراسيون السوفل كتكبر لي بومو الريئتين إنسان اللي عنده ضيق في التنفس لأن القرآن يجب عليه أن يتسم كما كنا نقوله بالنفس الطويل وليس يقرأ بومرتاح إنسان اللي في الحسسية اللي فيه الطيقة اللي بالسباحة كما قال الرسول السلام عليكم بالسباحة وركوب الخيل السباحة لها شأن كبير على القارئ أو الإنسان صفة عامة وأحسنوا اللعب كرة القدم ألعبت فرق عدة والدي أنتم تعلمون حبي لكم فأسأل الله تعالى كما أخذتم بيدي إلى القرآن أن يأخذ القرآن بيدكم إلى جنة فردوس سأل الله تعالى أن يرفع مقامكم في الدنيا والآخرة وأسأل الله تعالى أن يشافي أبي وأسأل الله تعالى كما جمعني بينكم في الدنيا أن يجمعني بينكم في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعل القرآن ربيعا قلبكما ونور صدركما وأن يجعله دخرا في قبركما ومهما حاولت أن أقدمه لكم نسأل الله تعالى أن يوفقني حتى يكون البر تاجا ليوم القيامة فما لعساني أن أقول وإلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أسأل الله تعالى أن كما أحسنتم لي في هذه الدنيا أن يحسن الله لكم في الآخرة وأن يحن لكم وأن يجعلكم أن يجعلكم كالزهرة كالطيب بارك الله فيكم يا أبي ويا أمي والسلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لَوَنْا عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وتلك الأمثال نضربها للناس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الملك القدوس السلام المومن المغيمن موسيقى المهيمن العزيز الجبار المتكبر سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَاللَّهُ الْحَكِيمُ صَدَقَهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ